موسيقى مرحبا 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 الخلاصة للتنوية العامة حلقة جديدة مهمة جدا جدا لانها نسميها اتنين في واحد سوف نشفح فيهم درسين اعرف درس واحد جدا طيبكا الذي ذكرته في الدرس الاولاني هو الدرس الثاني وعشان لا يدخلوش في بعضه وعشان دي المتكة اللي دائما بقعنا فيه في الامتحانات انا حبيت احطهم لكوا قدام بعض عشان دائما تفتكرون كويس جدا تعالوا نشوفهم مع بعض ايه هم الدرسين دور؟ الدرسين دور بقى اول درس عندي الماضي البسيط اللي هو البساطو بروسيمو والدرس الثاني المستقبل المركب الفطورو كومبوستر هم دول الدرسين اللي بقولوكوا نسخة من بعض فانا هدلوقتي هديكوا خلفية او ايه المهم اللي اتميزوا بيهم كل واحد بعد كده امسك الفطورو كومبوستر المستقبل المركب اشتغل عليه واللي هنعمله فيه هو هو اللي انتو هتعملوه في البساطو بروسيمو الماضي البسيط الماضي البسيط اهم حاجة زي ما قلتلكو يا جماعة في الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي فاتت الكلمات تدلع الزمن لان انتو عندوكوا السنادي اكتر من زمن يعني انتو هدرسوا مضارع وماضي ومستقبل بسيط ومركب فاللي هيميز لكل زمن فيهم هي الكلمات تدلع علي يبقى راكم واحد تميز كل زمن بالكلمات تدلع علي عندي الكلمات تدلع الماضي زي ما انتو شايفون اياري اياري يعني اياري يعني امبارح وعندي كلمة بساطو وممكن تكون بساطا وممكن تكون بساطا وممكن تكون سكورسا على حسب الاسم اللي بيوصفه الماضي او الماضي يعني انا ممكن اقول لست مانا بساطا او لست مانا سكورسا يبقى لو كلمة اللي قبله مؤنس بغيرها تبقى مؤنس وعندي بعد كده فترة زائد فا زي لما اقول دويت جوني فا معناها من يومين منذ يوماني بالفا هلا شبه اجو في الانجليش معناها منذ بلاقي الفترة الزمانية الاول بعد كده كلمة فا وعندي كمان استمتنا هذا الصباح حاجة حصلت الصبح بقى خلاص بقت بساطو برسمو يعني ماضي بسيط الكلمات الدلع هي دعا نشوف الكلمات الدلع المستقبل المركب كمان وبعد كده نشوف كل واحد يتصرف ازاي كلمات الدلع المستقبل المركب زي ما انتم شايفين معانا هم تلت كلمات عبارة عن ادوات ربط مهمة جدا هم دوبوك يعني بعد ان ابانة بمجرد ان وكواندو لما انا بحفظها نغمة كده دوبوكي ابانة كواندو ثاني دوبوكي ابانة كواندو دول لازم يجي وراهم مستقبل مركب هايبقى في جملة كمان الجملة كمان دي مستقبل بسيط الدرس اللي احنا شرحناه قبل كده اللي هو تقريبا كانت الحلقة التانية او التالتة تماما هتلاقوني حلقة المستقبل البسيط تحت في الدسكريبشن عشان تتفرجوا عليها تامي اللي يهمني النهاردة الجزء الاول اللي هو كلمة دالة والمستقبل المركب دوبوكي ابانة كواندو تعالوا شوفوا كل زمن فيهم بميزوا كيفية الفرق ما بينهم وليه انا بقول لكم الدرس دا دين في واحد لاني نفس تركيبة الشرح بالزبط انا عندي هنا تصريف البرب في الماضي يبقى مكون من جزءين الجزء الاول يا اما اسرا يا اما اسرا يا اما اسرا الجزء الاول يا جماعة زائد بيبي تصريف التالت للفعل الماضي يتكون من ايه؟ من تصريف اوزيليار اسرا او اوزيليار افيري الفعل مساعد اسرا او افيري زائد البيبي اللي هو التصريف التالت للفعل شبه الانجلوش كده تصريفات اسرا اللي انتو ذكرتوها من اول ما قلتو ايه بسيطالي كانت صانو ساي ايه؟ سي او سي ات صانو دي تصريفات اسرا يعني صانو انا اكون انت تكونوا بس هنا ملاش معنى هنا وهنا يوجد فعل مساعد يتعرفني ان الزمان الجملة وكذلك افيري او اي ا ابياموا افيري الناس حافظ فعلين والنغة اول ما تشوفهم بما تكونوا بالبيبي بتاع الفعل سواء ان انت تلاقي او او طو اي طو يعني ان تلاقي استوه دياتو منجاتو تلاقي فنيتو أي حاجة كده من البيبي تصريف التالت للفعل يعني أن الآخر تلاقي الفعل عبارة عن جزئين جزئين كده اسري او قبير يقول بي بي يعني الفعل مركب من كلمتين فعلين يبقى على طول ده ماضي بسيط او كمان مستقبل مركب دول الزمنين يا جماعة اللي هتدرسوه هم عندكو بيبقى الفعل والاختيار بتاعكو في الاجابات بيبقى عبارة عن جزئين كلمتين مش كلمة واحدة اي حاجة غير كده لا هو اما الماضي اما المستقبل المركب تمام؟ طب ايه انا بقول اللي اتنين زي بعض لان هنا نفس الفكرة بالضبط تصريف اسري او افارة زائد البي بي ونفس البي بي اللي انت منذكره فالماضي هو هو المستقبل اللي اختلف وميز ان ده ماضي وده مستقبل شكل تصريف اسري لو انتوا تفتكروا ما اخذنا للمستقبل البسيط كانت نهاياته ر راي را رامه ري تي رانه عشان كده قلت ساعرين ساعراء ساعراء واصعراتي ساعرانه وتصريفات افارة افرو افراء افرا افري مو افراتي افرانه صح او لا ؟ يبقى انا افتكر كده مستقبل دايما الرو رايرا يبقى دول اول ملاقي اسري او افيري بين دي بالنهايات دي اعرف على طول ان انا شغال في المستقبل المركب لاني هلاقي جزء اسري او افيري والجزء التاني البيبي الفر ما بين الاثنين زي ما انتو شايفين على الصبورة هو بس الاختلاف الوحيد في شكل اسري او افيري عشان انتو بيحصل معاكم لغضات هواية ترى كان انهي فيهم بتاع الماضي وانهي بتاع المستقبل ذكروا واحد كويس جدا جدا وليكن المستقبل دا علشان انتو عندوك المستقبل بسيط بتاعه ولو شفتوا الشكل التاني تبعوا عارفين ان دا الماضي خلص لان انا مميزة واحد كويس قوي اللي هو سارو او افرو ومميزو في النهاية كده سارو افرو والبيبي بقى داع مطول مستقبل مركب تمام ؟ تعالوا بقى نمسك المستقبل المركب نشوف عليه مثال ونشتغل عليه واللي هنعملو فيه هو هو اللي بتعمل هنا مع اختلاف شكل بس اسر و افير يلا بينا يلا بينا تعالوا بقى بصوا معي على الامثلة اللي انا كتبتها لكم دي انا محبتش اقول لكم الكعدة كده من غير ما تركزوا ازاي برضو تتحل حبيت ان انا اشرحها من خلال الامثلة اللي انا كتبقى لكم على السبورة دي اول جملة عندي قلت دوبو كي نقط فاموزي فاريمو مولتا انترفيستا انا قلت ان دوبو كي او قبان او كواندو بيجي وراهم مستقبل مركب فانا المفروض المستقبل مركب بيتكون من جزئين كلمتين فهبس الاختيارات يا ترى ساريمو استاطو ادي كلمتين ولا ساريمو استاطي ادي برضو كلمتين ولا ساريمو بس يبقى انا اول حاجة فكرت فيها اذا ده مركب فاستبعدنا دي خلاص دي كده ما تنفعش ساريمو نوت صح كده انا كده بقلل الاختيارات عن نفسي وبركز زيادة شوية طيب لقيت نفس الاجابة مرتين ساريمو استاطو وساريمو استاطي لاحظتوا ان الحرف الاخير هنا تغير اهو تمام لماذا الحرف الاخير تغير؟ عشان فيه قعدة بتقول خلي بالكو ان انتو لما بتصرفوا الفعل مع اوزيليار اسري لازم تغيروا هنا النص الاول من الفعل فعل اسري لازم تغيروا الحرف الاخير اللي هو الحرف اللي بقول عليه ووفق للفعل بتاع الجملة انا ما قلت ساريمو يعني مع النوي صحك؟ طب ساريمو مع النوي لازم الحرف الاخير يبقى جامع فقلت استاطي يبقى انا في الحالة دي هاختار ساريمو استاطي ومن هنا طلعنا بقعدة من قواعد المستقبل المركب ان انت تخلي بالكوز جدا طول ما انت بتختار الجزء الاولاني من الفعل اسري تخلي بالك من الحرف الاخير وتركز بقى وتخليك ذاكي انه هو بيعملها لك كده في الجمل اول ما تلاقيه ما تديك الاجابة مرتين مرة بنهاية ستة ومرة بنهاية متحركة زي كده مرة بالأو مرة بالإي او بالآ او كده في نفس السؤال ده يخليك تقف لحظة اولا ده لي نفس الاجابة اللي اذا كان في واحدة فيهم محتاج ان اركز وارجع للفاعل بتاع الجملة صح كده؟ تمام نشوف رقم اثنين بمجرد ما كارلا يبقى معها فلوس هتغير الموبايل بتاعها تمام؟ لا لان هنا افراء وكده بسيط وانا عايز مركب عندي برده اختيارين افراء افوتو او افراء افوتا؟ طبعا كل بعض الليلسة ايلا فوق هيجري اختار افراء افوتا هقول لكم لا يا جماعة انا ركزت وقلت لازم النص الاولاني اللي هو ده يبقى اسري لكن انا النص الاولاني افاري اوعد غير الحرف الاخير طول ما هنا افاري يبقى على طول الحرف الاخير اوه اغيره مع اسري بس طول ما هناك افاري امسى للحطة اللي انا قلتها دي تمام؟ تمام؟ يبقى انا اخترت افراء افوتا ودي اخرى تخلي بالكم منها وخلي بالكم ان دايما الجملة التانية اللي هو بيحطها اوه كامبيرة جايبها مستقبل بسيط زي ما انا قلت الكعدة الاساسية بتاعت الدرس ده وفوق الفا ري مو برضو فعل واحد اللي هو مستقبل بسيط علشان خاطر بعد دوبو كي او بينا كواندو النص الاولاني مركب والنص التاني بسيط نشوف رقم ثلاثة تو الماري كواندو سرافيني تلاسكولا يعني انت هتروح البحر بقى لما تخلص المدرسة لما هتخلص المدرسة طيب عندي هنا تو هترا هقول اندرا ولا اندراي ولا سراي انداتو طبعا الناس عارف ان انا مش رح في المركب هتجري تختار سراي انداتو هقولكو غلط يا جماعة هنا هو فيه في اول الجملة دوبو كي او بينا كواندو عشان نختار مركب؟ لا ستريheartederان لقد أقول لي كواندو هنا ايه احتاج complicاتго عليك حض في مركب وهو حل من نفسه ويأتي كواندو مركب يعني وهو حط المركب واندرسان بصباع عليه نريد ان كنت دخش first طبعا الملك يذ Lore simplify اقرار كلمتين وهاندارة واختار مركب اقول لك لا يجب تتاكد هل الجملة اللي انت بتحلها mates هي اللي فيها دوبو كي او بينا كواندوicer هنا كانت هي الجملة بدايتها دوقية قبنا كواندو فا اخترت على طول مركب وهنا قبنا برضو في نفس الجملة الاولى يبقى مركب لكن هنا عكس هو حط او كواندو بس هو حل الجملة بتاعتها المركبة يبقى انا عايزة في الجملة الاولى ايه؟ برافو عليكم ايه البسيط؟ طب انا عندي اندراو اندراي طبعا مع التوتب اندراي طبعا ممكن يكون قلت الكلام كتير بس انا لخصتك وكويس جدا من خلال الحل كممكن اقول الكلام ده نظري ومحدش استوعب الفكرة لكن من خلال الحل اللي اقدر اوصله لكم او اللي احنا توصلنا له ان انتو تخلوا بالكو ان المركب بيجي بعد دوقية قبنا كواندو يعني ايه يعني كلمتين؟ رقم اتنين ان دايما طول ما فيه هنا المساعد اثري لازم اخلي بالي من الحرف الاخير انه يناسب الفاعل تمام كده؟ افير لأه لازم بس يكون اثري تمام؟ رقم ثلاثة اللي تخلي بالكو منها الجملة اللي انت بتحلي فيها انهي فيهم يترك الجملة اللي فيها اصلا دوقية قبنا كواندو فهحط مركب؟ ولا لا هي خلاصه هو حالي اللي المركب وعايزك انت تجيب له الجملة البسيط؟ بس كده بكده نكون خلصنا المستعب المركب بتاعنا وارجو ان انتو تكونوا استفدتو وقلتلك هو نسخة من الماضي ليه؟ لان طريقة الحال ان هو يبقى مركب وكلمتين وان انا غير الحرف الاخير او ما غيروش وغيرو مع اسري وما غيروش مع افيري كل الكلام ده نسخة في الماضي بالظبط ان انا لو لقيت الفعل مع اسري اغير الحرف الاخير لقيته مع افيري ما بغيرش وان الفعل في الماضي كلمتين يبقى هو هو ولا مش هو هو طبعا بس الفرق ان الماضي ما فيهوش جملة تانية وحطها بسيط او مش بسيط لا الماضي هو جملة واحدة مركبة وهو ده الفرق ما بين الدرسين اتمنى تكونوا استفدتو كتير وكون الحلقة عجبتكو وطبعا مع ودايكو ان انا بحللكوا اسئلة من الامتحانات مديتوا عطاق الاسئلة اصلا من الامتحانات اشوفكم على خير الحلقة الجامعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة